طيب منتخب مصر اختتم استعداداته النهاردة لمواجهة زنبيا بكر ان شاء الله في استاد هزاع بن زايد وسط معنويات مرتفعة وترقب كبير لما ستسفر عنهم قرعة الامم الافريقية 2024 2024 بكوديفور واللي هتقام بعد نهاية المباراة يضم التصنيف الاول كوديفور صاحبة الضيافة والسنغال حاملت اللقب بجانب الرباعي العربي المغرب والجزائر وتونس ومصر اما التصنيف الثاني فيشمل نيجيريا الكاميرون غانا ومالي وبركينافاسو والكونغول ديمقراطية طيب التصنيف الثالث منتخبات جنوب افريقيا وكاب فردي وغينيا وزنبيا وغينيا الاستوائية بجانب ايضا المنتخب الموريتاني طيب التصنيف الرابع بيضم منتخبات تنزانيا وغينيا بيساو ونميبيا وانجولا وجنبيا وموزنبيق دي اذن تصنيفات المنتخبات كاملة يعني ممكن في مجموعة تلاقي غانا او الكاميرون او نيجيريا او جنوب افريقيا او انجولا كل دي منتخبات بعيدة عن التصنيف الاول بالمناسبة ولكن الاهم في التصنيفات دي ان انت حتتفادى المواجهات العربية العربية لانه المغرب وتونس والجزائر معانا في نفس التصنيف الحمد لله تصنيف اول وبالتالي لن تجد مصر تواجه تونس او لن تجد مصر تواجه الجزائر او لن تجد مصر تواجه المغرب منتخب مصر حيخلص المطشة امام زنبيا بكرة ويستعد لمعرفة مجموعته اللي حيقع فيها في كأس الامم الافريقية ان شاء الله الارعة حتقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة النهاردة كمان لعبة منتخبنا المصري عملوا فيديو مع فيتوريا بيطالبوا الجماهير بدعمهم في المرحلة القادمة وده الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه اليومين ثلاثة اللي فاتوا ولا هتكلم فيه الايام القادمة يجب ان يكون هناك دعم ودعم كبير لمنتخبنا الوطني لازم نفضل في ظهر منتخبنا لازم يكون عندنا شغف ان احنا نروح نتفرج على المباريات لانه المتخب المصري او الجمهور المصري حيكون ان شاء الله حاضر وبقوة في المباريات القادمة سواء داخل مصر او خارج مصر لدعم المتخب هو ده الاهم ودايما سؤالي بيكون لماذا يفقد او لماذا فقد الجمهور المصري الشغف ودا اللي هسأله ده السؤال الحفظ اللي هسأله لغاية لما يبقى حد يقول لي سبب يخلي جمهور مصر يفقد الشغف لهذه الدركة ان انت مصر بتلاعب تونس في وجود محمد صلاح وفي وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار يكفي محمد صلاح ولكن عدد كبير من اللاعبين الكبار الموجودين في منتخب مصر وكل لعبة منتخب مصر منتخب تونس ومع ذلك مفيش حد في المدرجات المباراة الاخيرة